أهلاً وسهلاً بخضراتكم تراجعت أسعار الذهب خلال تدولات اليوم الثلاثاء وذلك في ظل عمليات البيع لجاني الأرباح بعد أن سجل المعدن النبيس أعلى مستوى له منذ عام مقترقاً المستوى النفسي 2000 دولار للأنصة قبل أن يبدأ في الهبوط التدريجي من هذه المستويات بسبب جاني أرباح العديد من صفقات الشراء بحسب جولدين بيلون انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.5% ليتدول عند المستوى 1968.61 دولار للأنصة وبيأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال جلسة الأمسة عند 2009.69 دولار للأنصة كمان انخفضت أسعار الذهب في السوق المصري من 290 جنيه للجرام من عيار 21 إلى 2010 جنيه في تعاملات اليوم وأكد خبراء أن الهبوط في أسعار الذهب يوم أمس بعد تسجيل المستوى القياسي فوق 2000 دولار للأنصة كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد إغلاق العديد من صفقات الشراء في هذه المنطقة وقد حدث هذا التراجع في الأسعار على الرغم من انخفاض مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية يتداول اليوم بالقرب من أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 102.89 وهو أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع وبيأتي هذا في ظل الضغط السلبي على الدولار الأمريكي قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي يبدأ اليوم ولمدة يومين يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تنامي التوقعات بأن الفيدرالي سيبطئ تجديد السياسة النقدية نظرا للاضطرابات في قطاع المصرفي حيث تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 26.9% أن يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه عن رفع أسعار الفائدة مع توقعات بنسبة 73.1% لرفع 25 مؤتة أساسات سيعلن عنها غدا ففي حالة تثبيت أسعار الفائدة سنشهد عودة الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأنصة ولكن حتى يستقر الذهب فوق هذا المستوى سنحتاج لمعرفة رؤية البنك لمستقبل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط وفقا للجلد في لولا أيضا سيحتاج الذهب إلى أن يكون حديث جيروم باول رئيس الفيدرالي عقب الاجتماع يميل إلى دعم النمو والاقتصادي والأوضاع المتدهورة في القطاع المصرفي على حساب التدخم وفي هذه الحالة سنرى ارتفاعات جديدة في الذهب وتسجيل مستويات تاريخية أما السيناريو الآخر والذي يعد الأقرب للحدوث وفقا لتوقعات الأسواق والتي أشرنا إليها ففيه سيلجأ البنك إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ولكنه قد يشير إلى توقف مؤقت في دورة رفع الفائدة ليعطي فرصة للأسواق لاستيعاب قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ العام الماضي في هذه الحالة قد نشهد استقرار في أسعار الذهب القرب من مستوياته الحالية خاصة أن هذا السيناريو هو المصاعر حتى الآن في الأسواق المالية ولكن تحرقات الدولار سيكون لها أثر كبير أيضا على الذهب دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بآخر التطورات اللي بيشهدها سوق الذهب في مصر وفي العالم كله واشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع